اشتركوا في القناة قبل ان تتكلم قال الشيخ اجلس الناس بين يديك تكلم قال الرجل والله يا بني كنت رجلا مصابا بشلل نصفي كامل وسافرت اتعالج الى لندن والى امريكا وصرفت اموالا كثيرة على العلاج ولكن لم يكتب الله لي الشفاء وانا اجلس على هذا الكرسي منذ سنوات وفي يوم فتح اولاد التلفاز ورأيت الحجاج يكبرون ويستعدون لحج بيت الله الحرام ورأيت تلك الصورة من التلفاز التي تنقل صورة الطائفين حول الكعبة قال الرجل فبكيت وناديت اولادي يا اولادي قالوا نعم يا ابي قال الوالد انا اريد ان ازور الملك في بيته وانا ادعو له هناك واشكو له بكل الامراض التي امر بها وانا على يقين كامل انه سوف يشفيني قالوا له الابناء باستعجاب واستغراب من هو الملك وبيت من وضح لنا يا ابي قال الاب للاولاد اريد ان اذهب الى العمرة او الحج اريد ان ادخل الكعبة وانا انادي رب الكون في بيته وانا على يقين ان الله سوف يقبل دعائي وشكواي ويشفيني نعم يا ابي ولكن لا تستطيع ان تسافر بسبب مرضك الشديد قال الرجل للاولاد احجزوا لي طائرة مستعجلة خاصة انا رجل غني واقدر على تكاليف هذه الطائرة وبالفعل سافر الرجل الى الحج يقول الرجل اقسم لك يا شيخ ادخلوني الى الكعبة بالكرسي المتحرك قال الرجل لاولادي انزلوني على صحن الطواف بجوار الكعبة ثم قال لهم اتركوني هنا وحدي واذهبوا انتم بعيدا وبالفعل جلسوا بجوار الكعبة تماما قال الرجل يا شيخ ساعتين وانا بجوار الكعبة ابكي واصرخ بكلمتين فقط كان الرجل يقول والله لن ارجع من بيتك ولن اخرج من بيتك الا وانا امشي على قدمي او حتى ان تقبض روحي وظل يصرخ بهذه الكلمات بيقين عجيب يقول انه ظل جالسا ساعتين لا يقول شيئا غير هذه الكلمات يقول الرجل انه احس بالصداع الشديد من كثرة البكاء وشعر بالارهاق والتعب الشديد فقام الرجل باسناد يديه على الكرسي المتحرك وظل نائما من شدة التعب يقول الرجل رأيت رؤية وانا نائم على الكرسي لهاتف يقول لي بصوت عالي كم امشي كم امشي وظل هذا الصوت يتكرر كثيرا ويقول له كم امشي قال الرجل استيقظت وانا اسمع هذا الصوت يقول كم امشي فمشيت بالفعل حتى وصلت الى الكعبة وتذكرت بانني كنت مشلولا شللا نصفي وظللت اسرخ واقول يا ملك يا ملك والله ما خيبت من لجأ اليك يقول الشيخ ان هذا الرجل كان رجلا عادي ولم يكن رجلا عالما او مثقفا بل حتى هو رجل مسلم عادي امتلأ قلبه باليقين في الملك العلي ويقول الشيخ والله لو سألتكم جميعا ايها المشاهدين عن المواقف التي حدثت معكم عندما التجأتم الى الله وسألتم الله تعالى ودعوتموه ولم يخيبكم واستجاب لكم الدعاء لكانت المواقف كثيرة وصدق الشيخ اذ يقول بك استجير ومن يجير سواك فاجر ضعيفا يحتمي بحماك اني ضعيف استعين على قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك اذنبت يا ربي وآذتني ذنوبي ما لها من غافر إلاك دنيا يغرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو ان قلبي شك لم يكن مؤمنة بكريم عفوك ما غوى وعصاك لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة